المترجم للقناة 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 حينهم إذا كان لديهم على المترجم للقناة معين تيخصوا يدار ليه قبل الفصل ديال الشتاء كدير ليه الصيانة الانتروتيان الضروري فاكنضا في افق ان مدينة الدار البيضاء او لا اهل يعني المتتبع الرياضي بشكل عام نحتاج الى مدينة رياضية في محيط المدينة بكل كاموركاب يعني متكامل ملتو ديسيبلينار وان شاء الله انها هذا نتمنى وانها يتحقق باش من جهة نحافظوا على الجانب التاريخي والكوراوي ديال الملعب محمد الخميس ولكن بلادنا محتاجة لمنشآت رياضية ومدينة الدار البيضاء في مستوى يعني معايير دولية مهمة جدا طيب مركبة محمد الخميس غادي استقبل مباريات كاس افريقيا للمحليين في يناير يعني من بعد شهرين وشان كونوا مستعدين مثلا بهاد الاشغال اللي قلتي انا تكون سالات باش يكون في معايير دولية لا هو غادي نقولك انه غادي تكون سالات كلها ما يمكنش هاي ولكن باش يكون في الاستحقاقات ديال هاد يعني الكوراوية بيكون يتأكيد ان البرنامج اللي متبعه كذا اميناج مو بيتنسيق كنحاوله باش يكون بيتنسيق مع خصوصا يعني الاندية الاساسية والجامعة باش ناخده بالاعتبار لاجوندا ديال مختلف المباريات والاستحقاقات الكوراوية وفي نفس الوقت نتقدمه في الاشغال اللي ضرورية هذه الاشغال الكادر ضروري لا بالنسبة لداخل اللي كانت داخل الملعب لا على مستوى الخارج من اجل ان تكون هذه المعلامة فما ينطمحوا اليه جميعا المستوى الوطني مشيغل على مستوى مدينة الدلوية كالسؤال الاخير في النفس المحور مهم جدا الشق التقافي والضربة دا مع الاسف اللي كانت تعاصمة التقافية في المغرب كتشهد واحد الركود عادي لانه ما عدناش واحد المسرح في المستوى والان كان المسرح يعني مقدره من قلوب معايير عالمية انه قيدة تشيد امتى مقرر الافتتاح دياله وفكرته في الادارة والتدبير وكيفية انه جميع الجمعيات التقافية يستفدوا منه مش نعاوده ونسترجع الحركية التقافية اللي كان خلق المسرح البلدي قبل 30 او 40 سنة مدينة من مدينة الضلبضة ما يمكنش نخليه الاسمنت وهد العالم اللي هو ديال فعلا على اهميته ديال العمارة وديال توسع العمر انه يغلب على ما هو ثقافي على ما هو فكري وكان نظن بانه كان نتحرك في هذا المجال على واجهتين واجهة العمل او التنشيط التقافي ديال القرب واللي انتج في المغرب فنانيين وظاهرة دواهر فنية وغنائية بصامة التاريخ الثقافي في المغرب الظاهر الغيوانية وغيرها انعنا مستوى المحلي كانت تنشيط ديال المقاطعات عندنا عشرة في المدينة المدينة كنتمشي للمقاطعات وكتشوفوا مختلف المهرجانات والانشيطة واللقاءات الفكرية والطربة والأطفال والثقافية والفنية الى اخرى وكذلك دلنا في هذه الميزانية تشجيع الكتابة والقراءة على مستوى مختلف المقاطعات الامر الثاني هو على المستوى فعلي البنية التحتية الكبيرة واللي من بينها عندنا مسارح وعندنا مركبة ثقافية ولكن غد يقول لدي عندنا اكبر مصرح على المستوى الوطني هذا المشروع كذلك ان شاء الله في البروميتريميستر ديال دومي ديزويت غد يكون كامل يعني موجود وفيما يخص نشيط التدبير هناك حقا عن تشكير لان هذه معلامة ماشي وخاية موجودة في مدينة الدل بدا لكن هي الكبرى الاشتورة كينتهي هذه الساحة المقابلة على المصرح هذه الاعداد لباركينج من المحيطة بتقريبا بألف بلاس دوستاشيون مو معلامة تدبيرها ماشي مخصوش تكونتها موقع فقط على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الوطني خصوش تكونتها موقع على المستوى الدولي فالتفكير جالي الان وكانت في الاتفاقية لان كذا من اجموهية اللي دات التهيئة ديالو البناء ديالو كين عندها كذلك انها توجد سيناريوهات التدبير والتسير لأهم شيء ضمنه الديمومة والاستمرارية ولكن يكون رافعة رافعة للنشاط التقافي سواء كان محلي أو وطني أو دولي وكان يحاولوا باش يكون تنسيق كذلك ما أمكان مع المصرحة ديال الريبات عاني قلت لك انه في البرمير تريميشتر ديالو ميدي زويت ان شاء الله يكون كامل طيب كان هذا اخر محوار بالنسبة للضربضة المحاور كثيرة كثيرة ولكن للأسف وقت البرنامج تنفيد نستدفك في حلقة اخرى حول محاور ومسجدات اخرى شكرا لك وإلى اللقاء في فرصة شكرا لكم شكرا لكم شكرا 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 شكرا